اعجبني سماعين الصوت الجميل والارمشة الارمشة دي تقعد لتاني يوم احسن من الجهزة الف مرة واوفر من الجهزة عملنا بكوباية دقيق واحدة 13 واحدة من دول انا ما عملتوش كله ده اللي بالبسترمة وده اللي شايفيني الجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلت يا ولاد روايح رمضان يا ولاد كل سنة وانتو طيبين حبيب قلبي كنت بعمل عزومة في الشغل وقطعت الحاجات دي من العزومة بحس ان ايه يعني ايه نعملها لكم ولو ان انا عملها على قناتي بس دي على قناتهم وادم عشان تبقى عندكم على طول تعملوا بحسة عليها تلاقوها فانا هنا معايا كوباية من المية ورشة من الملح ومعلاقة خل صغيرة لان دي كوباية مية واحدة بس طيب حد هيقول لي يا خلها نصرة ليه حتى الملء الخل الخل بيساعدك وانت بتفرديها بتتفرد معاك بسرعة وفي نفس الوقت برضو بيديك الارمشة ورشة الملح طبعا بتعمل عرق للعجنة للعجينة والموضوع كله سهل وبسيط وكوباية الدقيق بتاخد حوالي تلت كوباية من المية او على حسب ما انتو على حسب ما كل دقيق بقى بيختلف عن التاني والموضوع سهل وبسيط مفوش اي حاجة انا كواحدة بطبخ او واحدة دخل المطبخ او ست بيت انا محتاجة ان انا اعمل شوية سامبوسك مش محتاجة ان انا اجيب مصطرة واعمل واقطع وشرط واعمل مش كسة يعني انا عايزة الموضوع بسهل بالنسبالي فالموضوع ما فيش اسهل منه عجلناها كده والكوباية دي هنقطعها على 12 وحدة 12 وحدة سامبوسك موضوع سهل وبسيط كل حتة هنقطعها يولاد قد اللامونات كور صغيرة كده انتو بقى برحيتكو عايزين تصغروا عايزين تعملوا رسمة تانية لفة تانية اي اللي انتو عايزين تعملوا اعملو انا بنقي بالنسبالي انا كباشتغل اسهل حاجة بالنسبالي عامل زي ما انتو شايفين كده بتكورها كور صغيرة ومطولة الفيديو يعني الناس اللي بتملي من الفيديو الطويل انا مطولة الفيديو مخصوص عشان في ناس كتير اللي امتبع الاكل يعني وبتحب وصفات الاكل الناس بتبقى حابة الموضوع يبقى بطيء وسهل عشان تبقى ايه يعني يبقى سهل بالنسبالي تتعلمهم باش في حاجة ايه صعبة يعني تمام اهو كور صغيرة اهو ما سبتهاش ترتاح انا بعد ما قطحها كده هسيبها ترتاح قد ايه خلا نسرح حوالي ربع ساعة تلت ساعة مفيش اكتر مكده غطاها بكيس بلاستيك وفوتا وبعد كده هنفردها مع بعض سهلة 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 بسيطة بسيطة بالنسبة بقى للالي والبتاع ده عادي لو الزيت والاضرار الزيت وغليو الزيت والكلام ده كله ممكن ايه هنا بعد العجنة بتاعتي مرتحت هنعمل ايه بقى احنا قططها على 12 واحدة هناخد 3 تلاتة يعني واحدة كل واحدة نفردها ولما اغزة ندهنها ده هنزيت بالفرشة ورشد ايه ده هنزيت بالفرشة ورشد ايه نحط التلاتة فوق بعض الطبقة التالتة اللي فوق من السطح من فوق مش هنحط عليها زيت عشان نعرف نفردها بعد كده زي ما انتو شايفين كده وبقى واجعني وهسكت خالص مش هتكلم لما تشوفوا الله ما صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي انا اسفى ان انا نبطق الفيديو بس انا نبطق الفيديو عشان الناس اللي بتقول لي يا خالة نصرة طولي الفيديو شوي ولا انبقيت عارفة طول ولا اثر ولا اطلع الشجرة مش عارفة ولا على الحيطة انا همالكو 3 اربعة نسخات من خالة نصرة واحدة تبطق واحدة تسرع واحدة تجري واحدة تطير عشان كل واحد ياخد النسخة اللي تعجبه اهو ندهت الزيت يا ولاد اهو مش بنبالغ في الزيت يا ولاد شايفيني يا ولاد يا ولاد اهو اهو وقلبناها ونسيبها بقى ترتاح ثواني ونعمل غيرها بعد ما نعمل غيرها وتكون الدنيا ارتاحت نروح فردينها مفيش اسهل ولا ابسط من كده طيب اه ملحوظة بعد ما تسووها خالص يعني تفردوها وتسووها في التصة وتفردوا كل واحدة عن واحدة وكل الكلام ده آآ اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي ممكن كمان تعملوا اربعة واخدين بالكم ممكن تعملوا الاربعة على بعض انتو شطريتكو عزين تعملوا تلاتة على بعض زي ما انا بعمل كده عملوا عزين تعملوا اربعة عبل كده عملت اربعة عبل كده عملت تلاتة كده يعني مش قصة الموضوع آآ اللهم صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي تحشو السامبوسك قبل ما تشلها في الفريزر احشوها يا جماعة لان انت لو طلعتيها وهي مش محشية عارفين عاملة زي ايه زي القطايف القطايف ما ينفعش ان انت تشيلها القطايف لازم تشيلها محشية هتطلعيها وانت بتلفيها واحدة هتعد منك على خير والباقي كله هيتشرخ منك ويتكسر فعليه مش مستهلة تسمعاش كلام الليقولك انا شلتها في الفريزر وطلعت كده انا مش هتحك عليكم مفيش مصلحة ان انا هتحك عليكم في حاجة تمام اهو بنفريدها الفرد الوسط المعقول ما نخلقاش برضو رؤياه قوي لان رؤية رؤية قوي داعيب برضو مش حاجة حلوة لانك لما بتيجي تحطيلي فيها حشوة وتطبقيها ممكن تشرخ منك والحشوة تقع في الزيت فيبقى ايه خير الامور الوسط يا جماعة خير الامور الوسط فيش اي حاجة بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا كلها روحنا على البوتجز التاسة دي سخنة سخنة من سخنة او سخنة عادي ما بنخلهاش تاخد لون يا دوبك تتشمع نقلبها على الناحية التانية شايفين تتشمع اهي ما لاخدت لون ولا اخدت حاجة انا بعد بتاع التاسة عشان انا العين اللي قبلها بايزة يعني مش عاملها بالعين دي يعني انا كده شايفين يا دوبك تهدى ثواني تهدى ثواني شايفينها سخنة ازاي اهي بسلكها عن بعضها شايفينها بسلكها عن بعضها يا دوبك تهدى ثواني مش اول مش لما اتصق افتحها عن بعض لانها بتبقى ايه طرية زيادة نسيبها بس ثواني كده ونعملها طب كمان ملحوظ نسيبها تبرد يعني كنا نحشيها نسيبها تبرد خالص وتهدى لعب لما نعمل الحشوة الحشوة تكون بردة والعجينة تكون بردة عشان واحنا بنعملها ما تتقطعش لانها حاجة رؤية تمام هزون بتفاصيلها كلها اتمنى ان انتو تشاهدوا الفيديو عشان تستفيدوا بيه ها واتمنى ان انتو تشاهدوا كناتهم وادم ياولاد ما تسباش لالقناة ما تقفلش وكل والله ما بلاقي فيه وقت ولاقي فرصة بعمل حاجة وانزلها انتو عارفين شغلي وعارفين زروح تمام حبايب قلبي بنسبة للحشوات بقى انا عن نفس كواحدة بطبخ في المطبخ انا ما بحبش حشوة الفراخ واللحمة والجو ده بكلمكم بجد لكن انا بعمل عشان بتبقوا طالبينها مني في الشغل انا اكتر حاجة بحبها الجبنة البراميلي مع الفلفل مع البقدونس احلى حشوة بالنسبة لي انتو بقى شكلوا جبنة براميلي اللي عايز لحمة اللي عايز بسترمة اللي عايز يوفر ويعمل يسلق شوية عدس شوية عدس بجبة زي اللحمة ويحط عليهم شوية توابل وشوية فلفل الوان وشوية بقدونس وشوية شطة ويشخلحهم ويدلعهم اللي مقدرتوا يجيب جبنة اللي انتو عايزينوا اعملوه الاكل ده يا جماعة وجهات نظر مش اكتر ولا اقل هنا انا حباحشيها بالاي شوية لحمة مفرومة حتت حتة جبنة شريحة كده صغيرة حتة من فوق وحتة من تحت واهو هلفها معاكو بكل سهولة ما بحاولش كمان امليها حشوة عشان وانا بلفها ما تنضغتش وتتقطع والله احلى من افخر سنبوسك بتاعت برة احلى الف مرة ما ارمشها وبتقعد حتى يمكن بعد لو كلتوا منها واللي فضل منها بتلاقيه بيقرمش كده وجميل جميل جميل انتو بنفسكو هتجربوا لان القصة كلها كباية من الدقيق ولا حاجة ولا حاجة ايه كباية من الدقيق موضوع سهل وبسيط والعجينة ديت انا حتة شوية مية وشوية دقيق اللي هي مادة اللازق موضوع سهل وبسيط فيه ناس بتعملها بالبيت بتتزاقوا بالبيت بس انا مش شايف ان دي القصة يعني موضوع سهل مش مستحق بيت ولا مستحق اي حاجة شايفين يا ولاد الموضوع سهل ازاي وغالبا كمان بيطلع في دوريات كبيرة شوية واسعة وفي دوريات مش مش قصة خالص ولا فرقة ولا محتاجين نصغر ولا محتاجين نقطع ولا محتاجين نعمل اي افلال موضوع بسيط وسهل ومش قادرة اقول لكم على التجربة او الفكرة او هي قد ايه جميلة فتخلي بقى كباية دي واحدة هتعملك قد ايه اتناشر واحدة وممكن تعملهم تلاتاشر واحدة وممكن انت الصغاري انت بقى شوفي انت عايزة جديدة عايزة تضيفل الوصفة براحتك انت براحتك انت عايزة تفتح الدائرة الدائرة دي تفتحيها من الجنب وتليفيها زي السنبوسك وتعمليها ده براحتك ده في ديكي برضو اللي انت عايز تعمليه انما انا بتكلم بنسبالي انا كواحدة بشتغل انا بحب اعمل اسهل حاجة وانا اعمل مسلسات وده ورقات اهم حاجة الحاجة اللي انت بتكليها حلوة ولا لا جاملة ولا لا بس وعمل زي سابع المحش كده قصابعة جلاش جاملة بجد يعني اتمنى انتو تجربوا الوصفة وتقولولي في التعليقات يا خلال ناسر الوصفة حلوة ولا وحشة وبشكركم جدا 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 ربنا يا ربي يكرمكم ويستوركم في الدنيا والاخرة وشاهدوا يا حبايب قلب انا كمان باخد الفيديوهات دي اشايرها عندي على القناة بتاعتي شاهدوها يا حبايب قلب عشان تستفادوا كده كده القناة ما بيجناش منها الهوى لان انا كل فين وفن لما بنزل الفيديو عليك لان ما فيش وقت فانتو بس عشان برضو القناة ما تقفلش وتبقى برضو قناة لكم انتو لو في حاجة وصفة نسينها تخشوا على القناة بفاش بقى راغي ولا هاري مش حبايبي اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد بشكركم جدا جدا ربنا يا يكرمكم ويستوركم وياريت تشايروا قناة امو ادم عشان قناة امو ادم تكبر يا ولاد وجزاكم الله كل خير واشوفكم على خير